الآن أنت في قرارك يقول لا يوجد نص أو تخويل قانوني لهذه التعويضات بالتالي الآن الذين أصدروا هذا القرار المفروض الآن أن يتحاكمون أنا هي تشفتهم بالقانون نعم 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 هناك قضية جزائية موجودة حاليا مفتوحة في إضبارها لدى قاضي النزاه الأول والقاضي النزاه الأول ينتظر طبعا بناء على أخبارات من أعضاء مجلس النواب الأخ علاء الربيعي ومحمد الغزي والأخت عاليا صيف أخبارات قدمة والإضبارها مفتوحة ينتظرون حسم الدعوة المدنية حتى تبدأ الإجراءات وفي القضية الجزائية بتحميل كل من تسبب في هذه القرارات التي كانت يمكن أن تؤدي إلى هدر كبير بالمال العام في هذا القطاع أنا خلال هالأيام رح أخابر السيد علاء الربيعي أو رح أخذ هذا الملف وأبقى وراهم ذول الحرامية لو إحنا لهم أنت أخوية هم دير بالك على نفسك ترى الموضوع الفتت بي موسهل بس أنا أهنيك وأشكرك مرة أخرى الله الحافظ وبارك الله بيك الله يبارك بيك العراقي مني شد حالة ويكون رابع من صدرهم ودعتك كل الدنيا ما توقف قدامه وهذا النموذج اللي إحنا چلنا نقول عليه من سنوات طويلة اشتركوا في القناة